تعد تربية الأسماك من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أهالي قضاء المدائن بمحافظة بغداد فهي تسهم بشكل كبير في توفير سلة غذائية للمواطن وتحرك عجلة الاقتصاد وتوفر فرص العمل للكثير من الشباب لكن الشريحة هذه باتت تواجه الكثير من المشاكل والتحديات بعد أن باتت الثروة السمكية مهددة بالزوى المي هاي وحدة اثنين العلف العلف جدا غالي تعرف انت ارتفاع الدولار سببنا خسارة جدا فادحة المنطقة الثالثة نقطة الثالثة هي الأمراض هاي جتنة جديدة أمراض تجي عن طريق المي عن طريق الجاو فتشوف كل فلحة سمت مرأة البحيرة عنده خسارة إذا عنده ثمانين دونم خسارته ثمانين مليون المعاناة التي تواجه هذه المهنة كثيرة منها ارتفاع أسعار الأعلاف بعد تغيير سعر صرف الدولار ومشاكل التسويق واستيراد الأسماك من الخارج وعدم وجود خطة تصديرية لدعم هذه الثروة نهيك عن التقصير الحكومي الكبير في دعم مربي الأسماك شحة المياه إضافة إلى المشاكل التي يعنيها المربي من الضغوط ارتفاع الأسعار ارتفاع سعر الدولار وما نعكس على ارتفاع سعر المواد الأولية وبالتالي تصنيع مواد العلب وانخفاض سعر المبيع ودخول أسماك حية مع طازجة ومجمدة من خارج العراق عبر المنافذ وعبر المناطق التهريب وتواجه الثروة السمكية في قضاء المدائن بشكل خاص وفي العراق عموما العديد من الصعوبات منذ عام 2003 فقامها إهمال وفشل حكومي في تطوير الثروة السمكية العراقية التي تطمع بها جميع الأسواق الخارجية